اتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي المصلحي وزير التمويل والتجارة الداخلية وذلك للإتمانان على توافر مخزون السلع الأساسية وكذا لسلالات الجارية لاستقبال عيد الأطحى المبارك وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغزائي بما في ذلك زيارة الاحتياط الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق رغم كل التحديات وتدعيات السلبية جراء الأزمات العالمية وكلال اللقاء أشار وزير التمويل والتجارة الداخلية إلى توافر مخزون مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغزائي كاشفا عن أنه لأول مرة أصبح الاحتياط الاستراتيجي من الأمح يكفي لمدة 7 أشهر بإضافة للشحنات التي تم شراءها مؤخرا كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستلاك المحلي لمدة من 7 إلى 8 أشهر مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصول البنجر والقصب ولذلك فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر اشتركوا في القناة